سأنتقل إلى يوسف أبو كويك من خان يونس جنوبير قطاع للتحقق لما تفضلت بذكره من خلال ما وصل إلى سمعك من عمليات القصف والاكتياح الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبير قطاع يوسف حقق لنا ما قيل من الجانب المصري بالفعل يعني ما يجري الآن في مدينة ترفح هو استمرار القصف المدفعي وكذلك الغارات التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية ما يسمع في الجهة المصرية من معبر رفح هي ناجمة عن استهدافات تتعرض لها المنطقة الشرقية من حي السلام وحي البرازيل وهي المناطق المتاخمة لما يعرف بمحور فلاديل في حسب التوصيف الإسرائيلي إضافة إلى الغارات العنيفة التي تشن على المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة رفح والاستهدافات التي تتعرض لها منطقة حي جنينة هذه الغارات أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بعضهم ما زال مجهول الهوية وقد وصلوا إلى مشفى غزة الأوروبي لكن أيضا لابد من التذكير مرة أخرى أن في الميدان لا يوجد تقدم للآليات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الأخيرة وما زال الجيش يراوح في أقصى المناطق الشرقية من حي السلام وحي جنينة وفي منطقة الشوكة هناك سيطرة إسرائيلية بالآليات التي توغلت عبر السياج الشائك من المنطقة الشرقية لكن ما زالت هذه الآليات تتمركز عند المقبرة الشرقية في منطقة جنينة وتقوم بنبش القبور فيما يدعيها الاحتلال عمليات البحث عن جثث لمستوطنين أو جنود قتلوا في السابع من أكتوبر لكن أيضا لابد من الإشارة إلى أن فكرة محدودية العملية التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي تفندها اتساع نطاق إطلاق النار من قبل الاحتلال ووصول القذائف المدفعية إلى وسط مدينة ترفح على استهدافات في منطقة مصبح وأيضا إطلاق القذائف المدفعية عند منطقة العودة وكذلك السيطرة النارية من خلال ما تعرف بطائرات كواد كابتر أو طائرات الاستطلاع التي استهدفت اليوم مجموعة من المواطنين في وسط المدينة هذا يجعل أن النطاق العسكري والسيطرة النارية تتسع وإن كان الاحتلال يتحدث عن محدودية العملية إضافة إلى أن الخرائط التي يقوم الاحتلال برسمها بين فينة وأخرى لتحديد المربعات السكنية التي يقول الاحتلال أنها مناطق قتال عنيف قد تكون في خلال هذه العملية البرية هي لا تبتعد كثيرا عن منطقة رفح الغربية لأن مفترق كير في منطقة رفح هذا يعني أن بضعة كيلومترات فقط تفصل هذا النطاق الذي نشره الاحتلال من أجل إخلائه من قبل الناس والمنطقة الغربية من مدينة رفح لذلك هناك حالة نزوح مستمرة من هذه المدينة على وقع القصف الإسرائيلي الذي يطال كل الأحياء الشرقية بما فيها الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة وتحديدا حي النصر الأقرب إلى مدينة خانيونس من جهتها الجنوبية الشرقية أين اتجاه النزوح يا يوسف؟ النزوح باتجاه ربما المجهول هكذا يقول الفلسطينيون لأن منطقة غرب مدينة خانيونس وغرب دير البلح التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية لا تتسع لكل هذه الألوف التي أجبرت على النزوح مجددا سواء النازحين من محافظتي غزة وشمالها أو الذين نزحوا مجددا من المناطق الشرقية من مدينة رفح هنا في مدينة خانيونس حيث قال الاحتلال أن المنطقة الغربية من شارع صلاح الدين وصولا إلى منطقة المواصي هي مناطق إنسانية آمنة لكن الواقع يقول أن 75% من المنشآت السكنية دمرت في مدينة خانيونس لذلك المواطن لا يستطيع العودة على هذا الركام وفوق هذه الأنقاض إضافة إلى أن البنية التحتية هنا مدمرة بشكل كلي وهنا أتحدث عن شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي أزمة وفرة المياه الصالحة للشرب ما زالت تفاقم معاناة النازحين في المناطق الغربية من خانيونس لذلك يدفع النازحون مجددا صوبة محافظة وسط قطاع غزة وإلى مخيماتها التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي مناطق غير آمنة وهنا أتحدث عن مخيمي المغازي والبريج في المنطقة الشرقية من المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات في المنطقة الغربية وهي المنطقة التي تتعرض لقصف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة المنطقة الشمالية المعروفة بأرض المفتي ومحيط محطة توليد الكهرباء والمنطقة الشمالية الغربية وهي أطراف المخيم الجديد بمخيم النصيرات لذلك النازح يتجه نحو المجهول هو لم يعد يدرك على الإطلاق إلى أين يذهب نظرا لعدم اتساع الجغرافية التي خصصها الاحتلال للنزوح بالإضافة إلى عدم وفرة المياه والتكاليف الباهضة من أجل النزوح مرة أخرى من المناطق الغربية لمدينة رفح أو حتى من المناطق الشرقية ووسط المدينة باتجاه المنطقة الغربية من مدينتي خان يونس ودير البلح سعود إليك يوسف